الفنانة هيبانور تولين ارتباطها عاطفيا وتصرح أعيش الحب ولا أفكر بالزواج حاليا وتعرف على زوجها السابق ومعلومات وحقائق لا تعرفونها عنها قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أطلت الفنانة السورية هيبانور في لقاء قصير مع برنامج NBC Trending كشفت خلاله عن ارتباطها عاطفيا من راجع من خارج الوسط الفني رفضت الكشف عن هويته اللقاء أجري على هامش حضورها لحفل المركسدور في بيروت قبل عدة أيام علما بأن الإعلام السوري الشاب ماجد العجلاني رافقها في الحفل وسئلت نور إن كان حبيبها متواجد معها في الحفل فأجابت نافية كما سئلت إن كانت ستكون عارس الـ 2022 أو عارس الـ 2023 فأجابت بأنها سعيدة بحالة الحب أكثر من تفكيرها بالزواج كما سئلت عن أكثر ما تحبه في حبيبها فأجابت بحب إنه رجل بشكل عام تكون شخصة تقوية وواثق من نفسه يعطي كثقة وحرية وراحة كما صرحت الفنانة هيبانور بحبها للأعمال الكوميدية مع أنها في كثير من الأحيان لا تأخذ حقها في العرض مبين أن مسلسلها الكوميدي الأخير زوج تحت الإقامة الجبرية والذي عرض في موسم الدراما رمضان 2021 لم يأخذ حقه في العرض كشفت الفنانة هيبانور أيضا أنها وصلت مرحلة من النجل الفني تدفعها لأن تختار الأعمال التي تشارك فيها بعناية شديدة فهي تبحث عن الأعمال التي تظهر جوانب جديدة من موهبتها وأكدت هيبانور أنها تحب مهنة التنفي للغاية ومنحتها قلبها مشيرة إلى تلقيها عرض لأعمال جيدة للغاية لكنها لا ترضي طموحها الفني والشكل الذي تحب أن تظهر فيه وصرحت الفنانة هيبانور بأنها حريصة على متابعة كل أعمال الفنان السوري قصيخولي والفنان اللبناني نادي النسي بن جيم هيبانور كانت حاضرة في موسم الدراما رمضان 2022 من خلال مسلسل جوقة عزيزة والذي جسدت فيه شخصية راقصة تدعم نيرا فرفشمانا تعد هيبانور واحدة من جاملات للدراما السورية والعربية حققت حضورا لافتا ومميزا خلال فترة قصيرة حاصدت جماهيرية عالية بعدما قدمت مجموعة من الشخصيات المتنوعة والمميزة كما أنها فنانة لطيفة ومحبوبة وشففة ومتواضع وعفوية في تصرفاتها تتميز بإطلالاتها العصرية والشبابية وأناقتها الملفتة وتعد ملهمة لكثير من الصفايا بما يتعلق بآخر صيحات الموضة اسمها الحقيقي هيبا عمار حلواني ولدت الفنانة بتاريخ 11 يوليو عام 1987 عمر الفنانة حتى الآن 35 سنة ولدت الفنانة في دماشق في سوريا جنسيتها سوريا سنوات نشاطها من الـ 2006 حتى الآن أحبت التنفيذ منذ صغرها ورغم عروض الألنة والأزياء التي انهارت عليها إلا أنها أثرت على التنفيذ اسمها الحقيقي هيبا حلواني ولكنها حين بدأت بالتمثيل صدف وجود ممثلة أخرى تحمل الاسم ذاته لذا نصحوها بتغييره فاخترت اسم أخيها نور لتصبح لاحقا هيبا نور ترجمة نانسي قنقر بدأت هيبا نور مسيرتها الفنية عام 2006 عندما وقفت أمام المخرج نجد أنزل في مسلسلي المحروس وصخف العالم وفي السهرة التلفزيونية دمو مرام انطلقت عربيا بشكل مبكر عندما أدى دور البطولة النسائية في فيلم عن دليب الضقي مع الممثل المصري محمد هنيدي عام 2007 ترجمة نانسي قنقر بعدها تولت أعمالها في التلفزيون والسينما وقدمت الفنانة هيبا نور العديد من الأدوار سواء كان في سوريا أو خارجها قبل أن تبتعد عن الأضواء ابتداء من عام 2015 وتعود عام 2019 بعد مشاركتها في مسلسل ما وراء الوجه عام 2014 مع المخرج مروان بركات ابتعدت هيبا نور عن الأضواء بشكل جزئي إذ غابت هيبا نور عن الأعمال الدرامية بينما بقيت متواجدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرجعت غيابها إلى تراجع مستوى الدراما والموضوعات التي كانت تعرض عليها نافي أن يكون غيابها بسبب الزواج كما أشيع بعد ذلك عادت الفنانة هيبا نور بقوة عبر أداء أحد أدوار البطولة في مسلسل الحرملة هيبا نور مهوسة بالتسوق كثيرا وكلما تضايقت لا تجر متنفسا سوى بذلك وتسافر أحيانا إلى بيروت ودبي للتسوق كثوجت الفنانة هيبا نور مرة واحدة لثالث سنوات وانفصلت بعد ذلك وحينها لم تكن قد دخلت مجال التمثيل وحاليا ليست منتبطة بأحد وتحمل هيبا نور في مسلتها الفنية ما يقار بالستين عملا منها يوم ممتر آخر وشركاء يتقاسمون الخراب وزهرت النرجس وليس سرابا وصبايا ومنمنمات اجتماعية وطريق النحل والضبور والخبز الحرام وأهل الراية ومطلوب رجال عام 2010 والعشق الحرم وبقع الضو وتعب المشور وصيين ضايعين وأوراق الحب والولادة من الخاصرة وما بتخلص حكايات نوصر خط روح وصبايا جزء الخامس وسكر وسط ونساء من هذا الزمن وقمار شام وزمل برغط الجزء الثاني وسرع عبدين وما وراء الوجه وحرم لك عام 2019 وإضافة إلى عندلي بالدقل لها عدد مشاركات سينمائية منها الأمانة عام 2009 وصديقي الأخير عام 2012 اشتركوا في القناة